وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 422 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 156 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 136 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن أما في مجال قضايا المخابس فتم ضبط 604 قضايا من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 111 طن أقماح محلية